لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟ وما أصرر صفقات بين البلدين؟ يبدو أن مسألة تصدير واستراد الغاز الطبعي بين مصر وإسرائيل لم ولن تنتهي لسيما أن مصر نجحت في التحول إلى مركز إقلمي لتبادل الطاقة لأن إنفاقها مئات المليارات من الدولارات على تطوير البنية التحتية المتعلقة بشبكة الغاز أو دفع مئات أخرى من مليارات الدولارات في الاستثمار بقطاع الطاقة وتبدو أن مسألة شائكة ندى الكثير من عامة الناس بل وبعض المتخصصين فالبعض يقول أن مصر ستستورد الغاز من إسرائيل بأسعار مرتفعة والبعض يقول أن مصر ستصدر الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية ويقال أمر بين هؤلاء وهؤلاء في عام 2018 تم توقيع اتفاقية لتوليد الغاز الطبعي من إسرائيل إلى مصر لكن ليس لغرض الاستخدام المحلي وإنما بغرض الإسالة ويعادة التصدير مرة أخرى إلى إسرائيل بأسعار أعلى نظراً لعمليات الإسالة التي نفذتها مصر في مخططها ومنذ أيام أعلنت شركة شيفرون كوربا الأمريكية وغيرها من الشركات التي تعمل في تطوير حقول الغاز الطبعي في إسرائيل استثمار حوالي 235 مليون دولار في خطوط الأنابيب لتصدير الغاز إلى مصر وكالة بلومبيرج الأمريكية قالت إن الشركاء في حقول لفياثان وتمار في إسرائيل والواقعين قبلة ساحل البحر الأبيض المتوسط وقعوا اتفاقاً بمجابه ستقوم شركة خطوط الغاز الطبعي الإسرائيلية بمد خط أنبيب جديد تحت سطح البحر وتوسيع بعض خطوطها الحالية وستقوم شركة خطوط الغاز الإسرائيلية INGL ببناء خط أنبيب بين مدينتي إشدود وعسقلان بالقرب من حدود قطع غزة إلى جانب التوسط في خطوط أخرى سيمكن الشركاء من إرسال ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى مصر وتصل تكلفة الخط الجديد إلى حوالي 228 مليون دولار بينما تقدر أعمال التوسيع بنحو 8 ملايين و300 ألف دولار أخرى ستدفع شركة الغاز 56% من تكلفة خط الأنبيب الجديد وتوفر ضمانات على تمويل فيما تتكفل شركة الغاز الإسرائيلية بتغطية باقي المبلغ وسبق أن وافق الشركاء في الحقول الإسرائيلية على تطوير 40 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدار ثماني سنوات على أن تبدأ التضفقات بين يوليو 2022 وأبريل 2023 إلى ثلاثة عشرين موسيقى موسيقى موسيقى